أنا من إن كنحل الكاميرا ديالي فهد القناة هذي المتواضعة ماشي باش نطلب الناس ورغبهم ونقول لهم ديروا لي يا لايك ولا ديروا لي يا أبوني حيث أنا ما زال ما أعطيتهم تشي حاجة ونطلب منهم يعطيوني شي حاجة كتسمى الآنانيو حب الدات وفتالي نصد الكاميرا ديالي ونمشي بحالتي ونخلي الأفكار ديالك مشتاتة وما فهموا له تقليد على رقبتك اللي درتي لي يا لايك ولا أبوني وما فهمت والو في الموضوع ولا ما قتنعتيش بالموضوع إلا قتنعتي بالموضوع وتنورتي فهذا الشي اللي غنقول لنا دا بقى منتلقاء نفسك انت غادي تدير لي مليون لايك بلا ما نطلبها من كناية باش ما نطولش عليكم أخوتي المغاربة الموضوع اللي جيت نهدر لكم في هاد النهار موضوع أخطار من الخاطر شي حاجة كترقع من خاطر كتعلق بالبتيزاز الإلكتروني حيث أنا عارفكم غتقولوا لي يا احنا البتيزاز الإلكتروني كان عارفوه يعني الفيسبوك لانستغرام مثلا شي واحد تصور شي وحده مثلا الفيديو دياله في يوتيوب ولا لاحو في غيزو سوسيو مثلا في الفيسبوك وهددها باش تعتم بلغمالي باش يمحيه باش يمحيه من يوتيوب اتشي هذا عارفكم غادي تقولوا لي ولكن أنا منين كان جين هدرف شي موضوع كان هدرف شي موضوع مختلف تماما على ذلك الشي اللي انتم معارفين جيت هنا باش ننوركم ان شاء الله رحمن رحيم بخصوص هذا الموضوع باش ما تطيحش في الفخ وما تطيحش انت في الفخ جي باش ننوركم ان شاء الله رحمن رحيم بخصوص هذا الموضوع هذا اللي قدرنا على ايصال المعلومة على احسان يواجه المشكلة وما فيه بتيزاز تعرضت له واحد المرة من طرف واحد القرصون ديال القهواء وشوفت طريقة كيف يبتز هو لي فيكتم دياله الفرائس دياله هذا السيد هذا ما تطيح لكش على بالك هذا الشينا بحث فيه وتعمقت مزيان وهذا الدوسي كان عندي مكلاسة مشحلة كنت باغنها در فيه عندي كل حاجة في الوقت دياله عندي دي دوسي كان سبق كل واحد يعني الخطورة ديال الدوسي انا كان سبقوه كان نور فيه عباد الله باش ما يطيحوش في الفخ ويطيحو في البيج كما تحت مسكينة هاد المرة هادي هاد المرة هادي مسكينة تعرضت لأكبر عملية ديال اللي بتيزاز في الحياة دياله من طرف هذا القرصون هذا هذا الولد الحرام اللي كنت سيأردى بها الانتحار له يلو لو طف الله حيث عندها وليدات مسكينة وخافت يدي حيثثش امام الزوجثر امام الوليدات ديالال ها ومنين كان هادوا على بيقارسون ماشي كلهم بلاد الحرام ومني كان هادوا على للقهوةما والقهوة بحل بحل و لكن هادوا ولد الحرام هذا تسلط على هاد القهوة هذه وش هي السمعة ديال ذيلك القهوة ودية الباترون دياله هادوا ولد الحرم كان يركز على الvern analysesบكتين دياله على Kurz 가는 ومنهم بنت اللي عندهم 21-22 عام حيث عارف عندهم انستاغرام فيسبوك يعني معروفين في الاغيزو سوسيو عارف بأنه إلا ضغط عليهم ما يأخذ مقابل مالي كبير ويقدر يبتزهم جنسيا ولكن ذلك نرتح في ذلك المرأة كبيرة شوية عندها 50 عام فلاجهم جوجة وعندها الوليدات وخافت شو قدام الوليدات ديالها شوفوا الضحرام كيفاش كي سيطر على الفيكتيم دياله يعني ما كيخليلهم مش فين غادي يهربوا شوف الخطة اللي يدار باش ان هو يعني اللي يكتم دياله كيجو برجلي هم تالعدو كان هو كان خدام في قهوة انفس معا الله وهو عارف بأن الله في القهوة في هات توال Certain, بعرف بأنengo في هات تواليد في فيت اللمح ، عز الله وقدراكم شنو كان يدير كان كيمشي لطواليد ديالالاكر كان كيفوشي اكن أخلقها لهم ويعني فاش كيجو انس يدخلوا الطواليد ديالالاكر كيلقوا المخنوقmeye اتدروه يقتعوشنا لمطعم مع رادي يوم يوميشي وين خداموه كيمشي ولا عنده برج ليهم. هذه المرأة جاءت مسكينة لدخل الطوالت. كي يكون هو تماماك. لقاتها مسدودة. جاءت لعنده وقالت له الطوالت مسدودة. قلت له وخانا اجيب لك الساروت وهو كان دير الكاميرا دياله لما في الطوالت. جاءب لك الساروت الدخلات. دخلت للطوالت غتقول لي كدر عارف النمرة دياله. كي غيدير عارف النمرة دياله ديال التليفون دخلتي للطوالت ومشت بحالها بشي بدزها. فاشكت خرج من الطوالت كي قول الشيء يا رoma يا الى باتري في هبالتليفون كي يتشرجع. اعطي التليفون ديال كنيعيت لموانت مضجر. كي عييت لموانت دار بالتليفون ديال اغير�� colossي هو موانت مضجر كي عييت نمرة دياله بطي ل несколько جدا تتلع نمرة ديالها تنمنحنا وبهيش انا عارف مهزة لانقد اكمرن الاتساب للعلوم ال tres麻UT. من راته ان اصداد النمرة ديال� الشيء واحد ، في التليفون ديالك وقد خذ créd الب therapy و تبدأ لكل م documenting يبدأها من بعد. تدز واحد لمدة شهرين. على ما هذه المرأة والبنت تنسى ذلك الحادث و تنسى أنها دخلت طوالية. مدة شهرين كي أعطيك هو شهرين شهرين و نستهل ثلاث شهور. هذا ولد الحرام هذا حيث كان هو يخطط مزيان لهذا الشيء الذي كان يدير. كي عيت لذلك المرأة في التليفون. خسي عيت باش تجاوبوا هي. منين كتجاوبوا هي كي عارف بأنها هي يعني هي لفكتي من فاريسة على شك يقلب. كي يخاف يمشي سيفت الفيديو مثلا في النمرة هذه في الواتساب لديك النمرة هذه و يطلع رجلها ولا يشوف رجلها في فيديو. خسي عيت لها. حتى كتجاوبوا هي. عدك يقول لها أنا غادي نصفت لك واحد الفيديو دابا شوفيه. كي صفت لها الفيديو. كتشوفو هي كتعيت له ديك السامسكينة كتخاف وكتعيت له كتبت تعيت له ديما. كتبت تعيت له وكتقول له هذا كي يقول لها المهم غادي تصفت لي واحد لنبلغة ديال المال. إلا بغيتي ما بغيتيش غادي نعطيك المهلة ديال سيمانة غادي نلحو في الفيسبوك وغادي نلحو في غيزو سوسيو ونضيره في يوتيوب. وغادي نفضحك اللي بغيتي. كتر مسكينة أنها تسلف ودبر. وكتسيفت له ديك المبلغة ديال الفلوس هذا ولكن هو والد الحرام. هذا الشي اللي قتلكم داب أخوتي المغربرة غير شوية ويقدر يترى لأي واحد يقدر يتعرض له أي واحد. ولكن أنا منكنح اللي قناة ديال المتواضعة ليس لنخلع عبر الله ولكن لنعطيهم الحلول. حيث أنا عارف رأسي بأن الناس ستسولوني ويطرحوا لي السؤال يقول لك أولدي. ما يمكن أنني مريض بالسكار بالذيابات. كيف سنقوم بقاء مزير نفزق على رأسي ولا ندخل طوالة ديال القهوة؟ أنا جبت لك الحلول أعمي وجبت لك الحلول أخالتي إلا مشيتوا لشي بلاسة. الشي قهوة وبغيتوا تدخلوا الطوالة ديروا المسك ديالكم اللي كتديروا ديال كورونا فيروس دخلوا بالمسك. ولا مشيتوا عند جيران عرضوا عليكم ولا مشيتوا عند شي ناس أعزل أصدقاء ديالكم. كان خاطب داباكن وجهد رسالة للجميع. اللي مشى لشي دار ماشي دياله وخرج من الدار دياله. إرد البال دياله. فشي مشي للطوالة ديال دوك الناس هادوك. ولا العيالات اللي كيدخلوا مع أصحاباتهم في البيت كتقول لها جمعيال البيت بغيت نبدل. وكتدخلي صاحبتك وكتبدلي تمك تعري حويجك. رأى صاحبتك لك أنت عندها معك حساب غادي تصورك. ورأى مش حال من وحده درت صاحبتها في غيزو سوسيو. ردوا البال. منين دخلوا للقهاوي دخلوا معكم اللي ماسك ديروا الماسك ودخلوا للقهاوي بعدما تشوهوش. وما تبدليش الحويج ديالك قدم صاحبتك في البيت. وبدلي حويجك في الدار ديالك أجي لابسة البيجامة ديالك تحتك ما تتمشي عند صاحبتك. وقد تعيطي لا تمشي معك للبيت. باش بدليل ببيجامة ديالك وقد تصورك وتلوحك في غيزو سوسيو. ولا يصورك الولد ديالها مازال مراهق. انتي ماشتيش هو مخبع في السرجم ولا دارلك شي كاميرات ماك. هذا الشي هذا رهت وحد ما غيقوله لكم. تعرفوا أختي المغربة بأننا رحنا في عصر العولة من الموندياليزاسيون تكنولوجيا ورحنا في 2021. وهذا الجيل هذا جيل قمش محش ما يرمش. سوف يدخلي مع صاحبتك اللبيت باش بدليح ويشك الولد ديالها غادي يصورك وغادي يلوحك في غيزو سوسيو تلقي راسك عريانة في الفيسبوك ولا في انستغرام ولا في شي سيد. اردوا بالكم. اردوا بالكم. العيالات اللي كيدخلوا مع الروقات اللبيت. اردوا بالكم را الأغلبية ديال الروقات نسابة وما كيعمروش في مدينة وحدة. كينسبو على عباد الله كينسبو على العيالات كيبتزوهم. كيفيلموهم وكيصوروهم. والدليل على كلامي ذك الراقي ديال البركان اللي كان كيصور العيالات. اردوا بال ديالكم. فاش تدخلوا لعن شي طبيب وتحيدوا الحويج ديالكم. اردوا بالكم. تقولوا لي مفهمناش كيفاش غادي نردوا بالنا. منين تدخلي شي طوالي تدخلي بالمسك ديالك واخد خلتي بالمسك ديالك. تascal ديالك الشي اللي كان في الطواليت. بعد المره يديرون شي حويج بشي طواليت والدخالبيع ديالهم تمك. تبلغ لك الشي طواليت المنطقة ان يتم تركوش غادية لأنه طواليت. فاش تطلق الامر المنطقة، او حاجية غير عادية مثلا شي بشي طريقة. تبلغ لك الشي طائلية تتحقيق حتيية تتمك تشوفي شنو كين تمات. لذلك بعد المره كتكون كاميرا صغيرة لا تتبان. تلك الشيطة تزيدك البيادة اللي من أمورك تشوفي كين تمات. وشو في الباب وشو في هذك السقطة ديال الباب لكما فيها شيء دوكي سني حمر تكون شيء كاميرا تمامك ارضو البال فاشدخلوا شيء بلاسة تماما وفاشدخلوا عند الطبيب حتى هو و تكسله في الباياز ولكن عندك الطبيب هذك أولد الحرم و وجدك النار شقلوا سكرونهم بغايف فيلمك و يصورك مثلا ارضو البال للغرافطة ديال الطبيب شو فيها مزيان وش فيها شيء حاجة كتسني بالحمر شنو عنده ستيلو اللي عنده في دوكي يلعب به ارضو البالكم تماما في الجواني بديال ديال البلاسة فين قالتين تماما فاش تقلسوا و تشوفوا شنو عنده ماشي ابنادم كي يكيل بيهما غير كي يمشي و تحفق البايازتكي القرأة سومنشور في الفيسبوك ليستر ولا في الانستاغرام ارضو البالكم مش حال من واحد كي تضي المرأة دياله الشيء راقي بحل يديه الشيء عيادة طبية الراقي كتكون عنده شيدار بحل واحد المستوصفاتك في السالون قلسين الناس كي يساينه لباسيون بحل شيء طبيب هو كتخرج المرأة من البيت كي يحللها الباب كي يخرجها كتقول له الله يعاون كي يقول له الله يعاون لا يشافي اللي يجيب الشيفاء ذاك السيدة هاداك كيعيطلوا الراقي كي يقول له فين يا المرأة جبتها زيدة سيدة بسم الله غير كي وصلوا الواحد الباب كي يقول له انت مدخلش غيسين تمك غيسين على حسب البركة لانما يمكنش تدخل معها البركة مكتكونش بحل يلزعمك يقول للراجل دياله انت منحوس انا لم أدخلش مع المرأة ديالي عند الراقي شرعي يقصني نقلس بالراف السالون ومنين كتطل في ذاك البيت كي يبالك الشمع وكي يبالك تخرب يقتموه البيت مدلم ولمرأة ديالي انا كنت ادي برسيلة تهلوكا كنت ادي الواحد السيد قمار شفار نصبه ولد الحرام انتكس ديال المرأة ديالك بشي على جهالك الراقي قي ستخرج عليها وخرجتي على راسك حيث منين كتدخل المرأة عند الراقي شرعي ما كيهضر لهاش هي على المشاكل ديال الرقية المشاكل النفسية حيث الراقي شرعي الرقية الشرعي كتتعلق بالحالة النفسية للإنسان ماشي الحالة العدوية هو ماشي طبيب تكسيد ما مريدش عضويا مريد نفسيا entrava difficult to learn agora أنشاء م ltdallave إذا انظر اللازم فورد النفسية بالحالة وتحلع لها اسئلة كيف تحلع معها وذلك ونجبد معها يخرج المرأة واضج أشناء هو مذكرة نفسي كتسخف لك مثلاً ولا الراقي ما عنده ما يدير لك إذا كان المرأة فيها الأعصاب ديالشي طبيب نفسي وخصيت بعتريت مون دياله باشت براء الراقيرة أكبر نصاب وأكبر ولد الحرام ومنين كان قولت شي هذا ماشي الرقات كلهم ولكن راكل شي ولا كيتعطى هذا الرقي الشرعيان اللي ما عنده ما يدارك يلبس جلابة ودفاروا حشاكم مسخين وهو مسخقع في الجانب وموسخقلكو كيقرأ القرآن على الناس باش يداويهم خرجها للعقل هذا كتأدي برس كل تهلوكا كتخرج على راسك الرقي الشرعي هو اللي غادي فرقك على المرأة ديالك ردو بالكم الرقي الشرعي كتدخل المرأة ديالك كيفية الميهية لكتماك ردو بالكم ردو بالكم خيرو الكلام مقلا ودل أخوتي أظنوا أنني قلتم ما فيه الكفاية اللي كانت طلب منكم أنكم تردو بالكم على راسكم حيث رحنا في 2021 عصر العولة مع عصر الموندياليزاسيون عصر التكنولوجيا المتطورة الكاميرا كدير غير خمسين درام في السيد ديالعالي بابا حدي ورسكم رانصب كترو ولاد الحرام كترو خير الكلام مقلا ودل أخوتي كانت من لكم ليلة سعيدة للجميع إلى الحلقة القادمة إن شاء الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة